اشتركوا في القناة التواجد الشرطي الموجود من عند بوابات إلى مروراً بالدخول إلى الملعب الأغاني كمان الأغاني الأهلي كلها تخلي جسمك يا أشعر أغاني الأهلي كلها شغالة من أول ما تخش استاد الأهلي والسلام تسمع أغاني النادي الأهلي أغاني والأروع ولا أجمل أجواء كلها تساعد النادي الأهلي بإذن الله النهاردة على حصد صلاة نقاط جديدة مستر بيتسو موسيماني حذر لعبة النادي الأهلي من فريق سراميكا ومن خطورة فريق سراميكا وطالب اللعبين بإحراز هدف مبكر يا رب بإذن الله كان التوفيق النهاردة من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق سراميكا أول ما الأهلي وصل إلى استاد الأهلي والسلام كان حريصة مستر بيتسو موسيماني يكون موجود في أرضية الملعب ليعين كل شبر في أرضية الملعب وجاب كمان مهندس الزراعة وكان بيتكلم معاه في كل جزئية أو في كل صغيرة وكبيرة في أرضية الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون الملعب النهاردة يساعد بشكل كبير جدا لعبي النادي الأهلي طبعا تم رش الملعب كالعادة زي ما موجود في أوروبا كلها بش موجود في مصر كلها يعني ما تم رش الملعب منذ قليل ومن خلفي الآن بيجري لعبي النادي الأهلي التسخين قبل بداية المباراة ممكن تقم التحكيم بقايدة الكابتن أمين عمر كان حريص ينزل أرض ملعب الآن يسخن في أرض ملعب منزلش أو لما وصل إلى أستاذ الأهلي والسلام لا كان حريص ينزل مع إجراء التسخين قال لي كلمته سألته ليه منزلتش بدري قال لي عندي ساقة كبيرة في أرضية الأهلي والسلام وعرفها أستاذ والأروع والأجبل من أحسن الأستاذ بيش في مصر بيش لا ده في العالم العربي فعندي ساقة كبيرة في الملعب فبش محتاج أنزل وبص على الأرضية ولكن هنا بسخن هابص على الأرضية ولكن عندي ساقة كبيرة جدا أن الأرضية هتظهر بشكل جيد جدا لهذه المواجهة ختما بإذن الله النهاردة النقل التلفزيوني بتسعى كاميرات يا رب بإذن الله يكونوا موفقين إلى حد ما وبإذن الله بإذن الله كون توفيق من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق سراميكا عود لك من جديد كابتن أيمن إن شاء الله لفوز للنادي الأهلي بإذن الله ومن زميلنا الشيف شعبان نروح لزميلنا فاروق صراحة فضل يا فاروق طبعا في البداية كل التحية لك كابتن أيمن ولضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن أحمد بلال والكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مواجهة صعبة جدا طبعا بتجمع ما بين النادي الأهلي وفريق السراميكا طبعا الكابتن هيسم شعبان اللي تولى المسئولية خلفا للكابتن ضياء السيد تولى المسئولية منذ خمسة أيام وقت كان صغير جدا إن الكابتن هيسم شعبان لكن طبعا هو كان سبق لي تولي القيادة الفنية للفريق فأكيد هو قدر واحد باللعبة أو بأسلوب لعب فريق سراميكا طبعا كابتن هيسم شعبان أعلن تشكيل اللقاء طبعا التشكيل بتغلب عليه النزعة الدفاعية وجود 8 لعبين في التشكيل عندهم النزعة الدفاعية هو بيلعب طبعا بطريقة 4-1-4-1 مدي تعليمات للتلاتة اللي بيلعبوا في دائرة المنتصف اللعب محمد داتوني وكوامي بونسوة وطارق سامي بتدي المساحات على لعبة النادي الأهلي وإفقاد النادي الأهلي عملية تحضير لاجمة من البداية طبعا عنده غيابات فيه اللشوق اللجومي صالح جمعة وشادي حسين وحبي للعناصر المؤسرة وأيضا شريف دابو ومحمود نبيل خلال فترة التوقف كان الفريق خض 3 لقاءات تودية كان تعادل مع فريق الانتاج الحربي بهدف لكل فريق وكان تلقى لازيمة من فريق طلاقع الجيش بهدفين مقابل هدف وفوز وحيد حققه على فريق البنك الأهلي في آخر لقاءاته الودية آخر الكلام آخر التعليمات اللي قالها الكابتن عيسام شعبان للعبيين قال لهم استمتاعوا باللقاء يعني النهاردة حاول أنه يطلع بنتيجة ولو إيجابية يدي المساحات على لعبة النادي الأهلي يفرض رقاب على مفاتيح لعبة النادي الأهلي لكن إن شاء الله كل التوفيء لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء من جديد تعود الكلمة لكابتن أيمن شاوي وضيوفه الكرام